اقتصادياً ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية لمستويات قياسية بختام تعاملات مدعومة بالإجراءات الأخيرة التي تمنتها الحكومة لدعم الاقتصاد والاتفاق التمولي مع صندوق النقد الدولية وقفز المؤشر الرئيسي ايج اكس 30 بنحو 5.2% ليغلق عند مستوى أقل قليلاً من 33 ألف نقطة وذلك بعد بلوغه أعلى مستوياته في التاريخ خلال الجلسة عند 33 ألفاً و 62 نقطة كما صعد المؤشران ايج اكس 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة و ايج اكس 100 الأوسع رطاقاً بنحو 2.5% و 3.1% من 10% على الترتيب وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبرصة نحو 74 مليار جنيه